بعد قرار إفراج قضي التحقيق عن سامي الفهري باعتبار أنه قضى 14 شهراً في الإيقاف على ذمة هذه القضية ترفض النيابة العمومية هذا القرار وتقدم مطلب استئناف الخبر هذا جاء في تدوين لمحامي سامي الفهري عبدالعزيز السيد اعتبر أن النيابة العمومية قامت بخرق القانون باعتبار أنه الإفراج لهنا صار وجوبي الخبر هذا عمل ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتفعلوا معهم برشا عباد اللي يحبوا سامي الفهري عائلة سامي الفهري المقاربين ولا من بعيد المفاجأة اليوم أنه الممثل لطفي العبداللي اتفاعل مع الأخبار وعلق على الأخبار متاع الإفراج على سامي الفهري نعرفوا الناس لكل حجم الخلاف بيناتهم لكن اليوم وبعد ما تم التلاعب بملف القضية ساند سامي الفهري ووقف معاه وفي تدوينها هبطها على حسابه الرسمي قال برجو لي كل حاجة في بلاستها سامي الفهري أحكم عليه ولا سايبه ما يجيش تراه هكا علق لطفي العبداللي بعد ما تم رفض الإفراج عن سامي الفهري والإبقاء به داخل السجن وبالرغم الخلاف الكبير ما بنيتهم لكن لطفي العبداللي في المحنة هذه ووقف معاه وساندو حتى بالكلمة هذا اللي لازم نصير مهما كانت الخلافات انتو ما أعطونا رأيكم في كلم لطفي العبداللي وفي المبادرة اللي عملها خلونا تعليقاتكم أسفل الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعل الجرس ليسلكم كل جديد